بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لا زال الحديث موصولا بنا مع أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتكلم مع حضراتكم النهاردة عن زوجة من زوجات سيدنا النبي هي ستنا السيدة أم سلمة سيدة أم سلمة هي هند بنت أمية بن المغيرة وأمها عاتكة بنت عامر وزوجها عبد الله ابن عبد الأسد وهو ابن عمة النبي ابن السيدة بره بنت عبد المطلب وأخ النبي من الرضاعة رضع معه من السيدة ثويبة جارية أبي لهب وكان زوج السيدة أم سلمة يلقب بأبي سلمة وسلم هذا ولد أبو سلمة وأم سلمة أبو سلمة أراد أن يهاجر إلى المدينة المنورة أسلم هو وزوجته السيدة أم سلمة يعني من بدايات الإسلام وأراد أن يهاجر إلى المدينة فحال القوم من مشرك قريش بينه وبين زوجته قالوا لا أنت عايزت هاجر هاجر لوحدك إنما هي وابنها لن نأذن لهما في الهجرة وبالفعل حال بين أبو سلمة وبين السيدة أم سلمة وابنها فعادت السيدة أم سلمة هي وولدها إلى مكة وهاجر زوجها إلى المدينة المنورة بعد فترة من الزمن لحقت السيدة أم سلمة هي وولدها بزوجها في المدينة المنورة على منورها الصلاة وأزكى السلام لما وصلت للمدينة المنورة اشتد المرض على زوجها زوجها مارض بعد فترة وهو في المدينة والسيدة أم سلمة صبرت على مرضه وهو بيحتضر في لحظة الوفاء اللي أنا سمعت من النبي أنه قال أي واحد يبتلى بمصيبة ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ربنا يعوض خير فإذا أنا مت فقولي هذا الدعاء وقال اللهم أخلف أم سلمة بمن هو خير مني بعد موتي سيدة أم سلمة فكذب تقول كده في نفسها تقول وأن أعاد خيرا من أبي سلمة هو في حد هيعوضني عن أبي سلمة وأتظن ذلك فبعد موته قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها بعد فترة تقدم لها سيدنا أبو بكر فاعتذرت ثم تقدم سيدنا رسول الله للزواج منها فوافقت واستبشرت فكان العوض بسيدنا رسول الله وهو خير من ملء الأرض من أبي سلمة سيدة أم سلمة تزواجت سيدنا النبي في شوال سنة أربعة هجرية وكان عندها خادمة الخادمة دي أم الحسن البصري يقول سيدنا الشيخ الشعراوي إن ربنا فتح على الحسن البصري ببركة طعامه في بيت السيدة أم سلمة لأن طعام الطيبين طيب السيدة أم سلمة أطال الله في عمرها وانتقلت إلى جوال ربها في المدينة المنورة وانتقلت وعمرها أربع وثمانون سنة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا من علومها وأن ينفعنا بها وأن يجعلنا من خيار أهلها اللهم أمين فاصل وهرجع لكتان صلوا على الحبيب